بيض و خل حليب و زيت و نخلطهم لان يصير الخليط ناعم تماماً نخليه 10 دقائق بعدين في مقلاق باردة نوزع ملعقة من الخليط و نخليه طبقة رقيقة وعلى النار المتوسط لان يتحمر من تحت بعدين نقلبوا على الجهة ثانية يتحمر نجاهز الحشوات نتبه للدجاج ملح وففل أسود و ليمون و نضيف سوصل بيستو من ركب يانكا روعة مع الساندويتشات والباستا ريحة ونكت الطعم الإيطالي الأصيل و نضيف زيت زيتون بكر ممتاز من ركب يانكا في مقلا نشوح الدجاج و بعد ما يستوي نضيف الفطر و نقلبهم دقائق و للحشو الثاني نضيف زيت زيتون و نشوح جبن حلوم من الجهتين نبدأ نحش الكريب نضيف سوصل بيستو حشوة الدجاج طماطم وخس وجبن مزرلة و نلفها و هنا نضيف سوصل طماطم مجفف من ركب يانكا طبيعي بدون مواد حافظة و القوام والطعم خطير جبن حلوم و نضيف الفنانة زيتون منزوع البذور من ركب يانكا و نلفها و على الوجه مزرلة و على الفن تتحمر من فوق و تحت و جهزة يا سيدي نقول بسم الله ألذ من كذا ما فيه ما أقول لكم الطعم خطير و بالعافية نهاية ما جزوي نهاية ما جزوي 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 ترجمة نانسي قنقر